أظهر تقرير لمجلس الذهب العالمي أن الولايات المتحدة الأمريكية في صدارة الدول التي تحتفظ باحتياطات من الذهب حتى بداية شهر نيسان في حين جاءت المملكة العربية السعودية بالمرتبة الأولى عربيا وذلك من بين مائة دولة شملها التقرير الأردن جاء في المرتبة السابعة والأربعين عالميا في احتياطيات الذهب التي تبلغ أربعة وأربعين طن تقريبا في حين حل في المرتبة الثامنة عربيا عالميا تصدرت الولايات المتحدة الأمريكية قائمة الدول باحتياطيات بلغت ثمانية ألاف ومئة طن وفي المرتبة الثانية جاءت ألمانيا بحجم ثلاثة ألاف وأربعمائة طن وثالثا جاء صندوق النقد الدولي بحجم ألفين وثمانمائة طن تقريبا وإيطاليا بحجم ألفين وأربعمائة وواحد وخمسين طن وبالمرتبة الخامسة جاءت فرنسا بحجم ألفين وأربعمائة طن عربيا جاءت السعودية بالمرتبة الأولى بحجم احتياطيات من الذهب بلغت ثلاثمائة واثنين وعشرين طنا وثانيا لبنان بحجم الفين وستة وثمانين طنا الجزائر ثالثا بحجم مائة وثلاثة وسبعين طنا ورابعا جاءت ليبيا بحجم مائة وستة عشر طنا وبالمرتبة الخامسة جاء العراق بحجم تسعة وسبعين طنا تقريبا